للحرية في التعبير حدود ترسمها العلاقة مع الآخرين ولا تخرج عن هذا المنطق الرسوم المسيئة لنبي الإسلام يعكس تكريس نشرها باسم الحرية الزواجية واضحة فالزعم بإطلاق العنان للتعبير الحر تتحضه خطوات فرنسية في هذا المجال في خطاب الأمين العام لحزب الله تذكير بشواهد على ذلك فقط على خلفية طرح نقاش أكاديمي حول استغلال الهولوكوست حاكمت السلطات الفرنسية الفيلسوفة المفكرة روجي جارودي فلماذا لا تكون معادات الإسلام جرما يعاقب عليه؟ بشهادة رئيس أساقفة تلوس تعد تلك الرسوم سخرية من الأديان مرفوضة والترويج لها ونشرها صب للزيت على النار حتى في تقدير رئيس الوزراء الكندي ذاك خطأ تجاوز حرية التعبير حدودها بالإساءة إلى فئات بعينها ولا سيما تلك التي تعاني التمييز على حد وصف نيويورك تايمز فإن فرنسا بدفاعها الصلب عن تلك الرسوم وضعت نفسها في مأزق خطير وفي مقالها ترى الصحيفة الأمريكية أن الفرنسيين قد لا يقدرون على المناورة كون التنازل قد يعتبر تقويضا للعلمانية المتشددة فهل يتدارك الغرب أخطاءه المتراكمة وبعضها مقصود لغايات سياسية في سوريا كشفت تسريبات ويكيليكس ورسائل كلينتون مساهمة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في تسليح القاعدة وداعش كان بعلم من الأمريكيين وحلفائهم الأطلسيين بجرائم الإرهابيين كأكل أحدهم كبد جندي سوري صيف العام 2013 بعدها بثلاث سنوات ذبحت مجموعة نور الدين زينكي طفلا فلسطينيا ومع ذلك أبقت أمريكا وتركيا على تصنيفها مجموعة معتدلة لا يخفى أيضا دعم الاستخبارات البريطانية وغيرها لتلك المجموعات المتطرفة ففي لندن توقفت محاكمة سويدي متهم بالإرهاب في سوريا وسبب اتضاح تسليح الاستخبارات البريطانية للمجموعة التي أدين المتهم بدعمها يسحب ذلك على إرهابيين آخرين حيثما كانت للغرب مصلحة في ذلك ترجمة نانسي قنقر